وللحديث عن صراع الميليشيات والأحزاب في العراق واللجوء إلى لغة السلاح لتصفية حساباتهم ينضم إلينا عبر سكاي بعض اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية الدكتور يحيى السومبول حياكم الله دكتور يحيى أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام أهلا بك دكتور يحيى بداية ما الذي يعنيه تجدد هذه الاشتباكات بين الميليشيات بين الفينة والأخرى وما مبررات اللجوء إلى الشارع مع كل خلاف يندلع بين القوى السياسية أخي الكريم الميليشيات تتصارع على النفوذ وعلى المكاسب وهذا هو منذ البداية فكثير من هذه الأحزاب لها ميليشياتها وما يجري من اختلاف بين هذه الأحزاب ينعكس على الخلاف مع هذه الميليشيات التي تبحث عن السيطرة المطلقة في مواقع نفوذها أو في الرقعة الجغرافية التي تحتلها وللتأكيد فإنما يجري أيضا من خلاف مع هذه الأطراف السياسية والميليشيات هو انعكاس لحالة الاختلاف الموجودة أيضا في المؤسسات الإيرانية ما بين الطلاعات والحرس الثوري الإيراني وقد أكد ما يجري على الساحة العراقية من هذا الخلاف بأن هناك سيطرة إيرانية واضحة تنظم هذا الصراع ما بين هذه الأطراف فعند الوصول إلى الساعة الحرجة تتدخل القوة الإيرانية سواء لكبح جماح ميليشيات معينة والانحياز إلى جهة أخرى أو أنها تقف لتقاسم النفوذ فيما بينهما وهذا ليس الخلاف الأول ولن يكون الخلاف الأخير ولكن هذه المكاسب المادية وما تحصل عليه الميليشيات وما تتبتع به من سلطات جعل هناك أيضا من يحاول الخروج من الطوق الإيراني من أجل تحقيق بعض المكاسب لميليشياته أو تحقيق بعض النفوذ على حساب الميليشيات الأخرى الآن في العراق هناك حكومة حكومة السوداني يفترض بها حصر السلاح أو ضبط السلاح المنفلت أي سلاح يجب على هذه الحكومة ضبطها؟ أليس سلاح الميليشيات؟ لماذا هذا التقاعص من قبل الحكومة في ضبط سلاح الميليشيات؟ وأين تقف أساسا من هذا النزاع؟ حكومة السوداني وحتى الحكومات التي قبلها هي نتيجة توافق ميليشيات فيما بينها وتوافق أحزاب لها ميليشيات وهذه الميليشيات هي أقوى من ما تسمى القوات النظامية ما يسمى الجيش أو تسمى الشرطة الاتحادية لذلك لا تملك الحكومة أي أدوات مستقلة من أجل كبح جماح هذه الميليشيات وهذه الأحزاب التي خرجت من رحمها هذه الحكومة والحكومات السابقة لا يمكن أن تتصدى للميليشيات لأنها سوف تفشل وسوف تسقط لأن الميليشيات هي تابعة لهذه الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة لذلك الحكومة تصدر بيانات وتصدر بعض القرارات التي لا علاقة لها بما يجري على الساحة وإنما لمجرد ذر الرماد في العيون بأن هناك حكومة وأن هناك سيطرة لذلك أن تترى بأن هناك اختطاف لشخص وحتى أنه اليوم قد ألغيت زيارة وزير الدفاع الألماني إلى بغداد لقضايا أمنية لذلك الميليشيات هي المسيطرة السيطرة الفعلية الكاملة في وقت غياب تام لدور القوى النظامية أو ما تسمى القوى النظامية وإلا هذه القوى النظامية أيضاً التي تشكلت بعد 2003 هي تشكلت من عناصر الميليشيات تغلبهم من عناصر الميليشيات ولكن ارتدوا الزيارة الرسمي كجيش وكشرطة وهذه القوى غير قادرة على الوقوف بوجه الميليشيات لذلك لا تملك الحكومة أية إرادة لا سياسية ولا قرار وطني في سبيل تطهير العراق من الميليشيات أو الوصول إلى نقطة التقاء مع الجهات الأخرى لأن الأحزاب الأخرى لا تريد أيضاً إنهاء دور الميليشيات هي تتحدث اليوم عن ميليشيات مقدسة وعن دور مقدس وعن كذا من هذه المسميات والخزعبلات التي يضحك عليها الشارع العراقي وهي من خلال هذه الأذرع الميليشيوية تحقق أيضاً فوائد كبيرة لهذه الأحزاب وتسيطر بالإضافة إلى إنها تحقق عبرها ما تريد في انتخابات سواء البرلمان أو ما يسمى مجالس المحافظة قبل قليل جئت على ذكر إيران ما الذي يجعل إيران الآن قادرة على ضبط إيقاع هذه الميليشيات برأيك؟ إيران هي المسيطر الفعلي على القرار السياسي العراقي وبمباركة أمريكية وأقليمية إيران هي صاحبة القرار الأول والأخير لا يمكن تشكيل حكومة إذا ما يحضر قآني ويحضر الاجتماعات ويوزع المناصب وأعطى لكل جهة دور محدد لا يستطيع أي شخص فيهم أن يتعدى هذا الدور حتى أولئك الذين يقولون نحن لا نخضع لإيران وأنا أضرب لك مثال عندما فاز أياد علاوي أو القائمة العراقية عام 2010 حصر في زاوية حرجة لا يستطيع تشكيل الحكومة رغم أنه فاز وأيضا في الفترة الأخيرة أن مقتدى الصدر عندما كتلته فازت أيضا إيران حجمتها باتجاه معين وتعرض إلى تهديدات إيرانية وعليه أن يلعب الدور المخصص له لا يمكن أن يتجاوز الستراتيجية الإيرانية المخصصة بالقرار السياسي العراقي التي تسيطر عليه وترعاه أمريكا نعم إذن إنتاج حكومة ضعيفة بهذا الشكل أمام الميليشيات والسلاح المنفلت والهيمنة وهذه السطوة الكبيرة للميليشيات كما ذكرنا باعتقادك هو أمر مقصود من إيران حتما أمر مقصود من أمريكا وإيران لتمرير كل ما يريدون لتنفيذ ملفات فيما بينهما يختلفون في ملفات هنا وهناك ويتفقون ضمن الساحة العراقية أو ينفذون على الساحة العراقية وهي ساحة اللعب لهم ما يريدون تجاه الملفات الأخرى نعم إنتاج حكومة ضعيفة هو هناك توافق لا ينتج إلا بعد توافق إيراني أمريكي وهذا معلوم للعالم أجمع وأيضا بمباركة إقليمية نعم إذن كنت ضيفنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية دكتور يحيى السنبول شكرا جزيلة لك ترجمة نانسي قنقر